متابعي قناة اسلام المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة عن الشاحنات هنتكلم عن مارسيدس اكتروس وبالاخص كنترول المحرك واستفسار ورد عليه في خلال دقيقة عشان احنا بنتكلم ان شاء الله نحاول نخلي حلقات مختصرة وحلقات طويلة الحلقات مختصرة عشان اللي حابب ايه يعرف معلومة سريعة ويتعلم حاجة جديدة كل يوم الكنترول بتاع المحرك ببساطة بيكون عندنا في دخل جهاز وخرج على الكنترول وظيفة الدخل بتاع الجهاز او الداخل في دائرة الجهاز بتاعتي التبريد بكل بساطة جماعة التبريد تبريد ايه بالضبط التبريد كنترول لان الكنترول ده عبارة عن مكونات الالكترونية برضا والكنترول بتاعنا متثبت على جسم المحرك على البلوك بتاع المحرك فبالتالي ده يتحرطه بتاعنا مع التشغيل فبحتاج ان انا ابرده طيب ليه الهوى مش كفاية لا الهوى مش كفاية في الحالة بتاعتنا دي فحتاج ان انا ابرد بحاجة اسمها سربنتينا او هي مبادل حراري بيمر داخل الكنترول بتاعي او بيمر من خلال الفنز اللي احنا شايفينها دي بيمر من خلالها وبيعد الناحية التانية عشان يبرد الاجزاء الالكترونية عشان يحافظ على الكنترول بتاعي سليم ويستحمل معايا الفترات التشغيل طويلة جدا لكن لو حصل لقدر الله مشكلة في دواير الجهاز دي او الجهاز ده ما دخلش بالكمية بتاعته للكنترول فبالتالي درية حالة الكنترول هترتفع وده ممكن يسبب تلف كامل في كنترول المحرك بتاعي فدايما وانا بتعامل مع الاجزاء الكهربية او انا بتعامل مع كنترول المحرك ابوص كده نظرة سريعة على الخرطيم دي سليمة فيها مشكلة او عايزة اتغير اغيرها عشان اتجنب انه ممكن يحصل فوقت من الوقات ان الخرطوم ده مايدخلش كمية الجهاز المطلوبة للكنترول فبالتالي كنترول بتاعي يبوز وتكلفة تبقى عالية جدا وقتها لما اجي اغير الكنترول اتمنى يكون قدبنا معلومة مفيدة وسريعة مختصرة لو اول مرة تابعنا تدوس سبسكرايب على الجرس ولو عجبك الفيديو تدوس لايك والشير في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته